موسيقى 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 أخيراً نحن من متى صراحة نرمس عن هذه المقابلة موسيقى سبحان الله ما ما تيسرت الأمور طمنا عليك موسيقى موسيقى قبل فترة عبدالله بدأت أخذ كورس أتمرن من زمان أذكر أول دنبل خذ لي يا أخوي أبو محمد الله أعطي الصحة والعافية كم؟ 94 يمكن أنا أحب التمرين من يوم أنا صغير لكن أتمرن وخبرة لكن لم أدخلت في الجانب الأكاديمي من التمرين فأخذت كم من كورس دخلت الأشياء بسيطة موسيقى 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 لكن سبحان الله تدخل أنت في هذا المجال تدخل فيه بعلم واختلف تماماً سبحان الله ترى هذه المكينة هذه المكينة التي الله سبحانه وتعالى وخلقها شيء عجيب غريب وكل ما تتعمق أكثر تكتشف أن أنت تحرق عمرك أنت فاهم قبل أن تعرف ايه باي وتراي تدخل ترى هذا الموضوع هناك تفاصيل وموسيقى 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 يوم تقابض وموسيقى 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 كيف تتكلم على جهاز العصبي تراسي تقابض وموسيقى ترى كيف مهما تقوم بإمكانك تقوم بإمكانك تتخل لا هناك شيء يديد مثلاً مثلاً كيف توقف اليوم تستطيع الوصول إلى الركب إذا كنت تريد أن تصل إلى الركب أو إلى منتصف الساق بعد التمرين وموسيقى كيف تستطيع الوصول إلى الأرض مثلاً وتلمس ريلك كله يقول لك الجهاز العصبي يلعب دور ويعطيك المرونة فسبحان الله جسم الإنسان وحلو سبحان الله ولو أن أتعلم شيء بسيط لكن يبدأ التمرين ويكون له لذة غير فعلاً صحيح فأنا أريد أن أعرف مالك عبدالله لا أسألك منه عبدالله وماذا طفولة عبدالله الله يجب أن تكون طفولة حسناً خبرنا عبدالله ما هي العصبي وما هي الأشياء التي تخصصت فيها ما شاء الله تتكلم في التغذية وفي التمرين خبرنا حسناً الجانب من حياتي أنا مهندس مهندس كهربائي ولكن هل لي شغف في الهندسة؟ لا 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 لماذا شيء يا عبدالله ما هو؟ أنا قام بأول شخصة سبحان الله أنا عندي ناس حتى من الهند المجال الذي يدرسونه في الجامعة بعد عدد من السنين يقول هذا ليس مجال ليس بعد عدد من السنين حتى حزتها أنت تشعر أن هناك شيء يقول لك أيام درسة من الجامعة يقول لك أنت تخصص شيء تحبه ما هي صعب تحدد أنت شو تحبه وأنت صغيره كم عمرك؟ بالضبط يعني أنت كيف يستخدم قراراتك اليومية لن أقول صحيح فأنت مجال فأنت مجال فأنت مجال فأنت مجال يا الله شباب مجال لكم هندسة أو هندسة تأكل عيش راتبها جميلة يا الله كلنا هندسة مع الوقت وإن أنت تدخل في الهندسة تكتشف أن أنت لم تكن في الهندسة ولكن عندما دخلت في الهندسة سأكمل عليه ولكن الحلو في الموضوع أن الشخص يتفرع حتى في جامعات هارفورد و جامعات أوكسفورد و هندسة لا يستخدمونك على أكاديميك ما يقولون كم نسبتك نسبة 90 لا يجب أن ترى ما يجعلك أكاديميك 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 أقرأ وإحفظ وإفهم أما أنك تكون مبدع هذا شيء ثاني فأنا أمريكا إن شاء قدر أن أذهب أمريكا وقد أدرست هندسة وعرفت أن أنا ليس مستقيم في هذا المجال أنا مستقيم في مجال آخر لم يكن لدي علاقة بالهندسة يمكن أن لديها علاقة بشيء مثل الفيزياء المترجم التي نطبقها في موضوع المترجم المترجم أمريكا و خفت عن الهندسة ودخلت في عالم الحديد دخلت في عالم الحديد عن طريق العلم حتى تتوقع أن حلو واحد يتعلم في كل مجالات هناك معاهد تدريسك عن هذا الشيء ولكن شوح الانستيوشن التي يعطيك فيه رفرنس قوي يعطيك مثال سوينا باتشار أقول أنا فاتح معهد ديني وأعلمكم عن القرآن والسنة وتعطي كل أحكام فقهية وتوحيد بدون ما أرجع لمستنى الديني تشعر أن هناك شيء غلط صح غير يوميك معهد يعلمك عن بودي بلدين يعلمك عن تشريح الجسم يعلمك عن طريقة ميكانيكية الجسم يعلمك عن كالوريز و ماكروز يعلمك عن فارميكولوجي في بودي بلدين ولكن كل شيء يذكره أي في كي ستادي أي في أو أو يعطيك رفرنس بالتالي يوم تدرس تطمن أوكي هذا ميك سنس أوكي إذا إذا قلت لك هذا الصح يعني خلاص أسكر عيني ريليجيس لي أمشي أن هذا صح لا معناتنا أنه في تحديث ولكن مبدئيا أخذ باللي مكتوب أطبق على أرض الواقع وجوشي يطلع بي يعني هذه متعة بودي بلدين حلو أن تقدر تطبق بعد على نفسك تبدأ تشوف الشيء على الجسم بالضبط أما أطبق بدون علم أنت تخطئ في أغلب الأحوقات لكن بعلم عندك مستند في رفرنس تجد دائماً وأبداً ترجع للرفرنس هذا عشان تعدل الخطأ سبحان الله الخبرة مهمة يعني ما شاء الله من الأبطال التي قبلنا نحن قبل الجيل نحن من السبعيناات ثمانيناات وغيرا طلعوا أبطال لكن سبحان الله إلا ما يكون فيه أثار جانبية جانبية أمور سلبية حتى الموضوع أبطال أنا الإنجاز لا يقاس بأن أطلع بطل كمان أجسام دعنا نرى هذا المنظور كل الطرق تهدي يا روما أنا أعطيت هذا الإنسان أصعب بروتوكول في العالم أعطيته جميع محسانة الأداء ومشيته على أقصى تمرين معين بعشوائية بدون أحسب فوليوم نشاف أقدر أمشيك عشرة وأقدر أمشيك قرقرة ووصل البيت ووصل البيت ووصل البيت يوم هذا الشخص ووصل البيت من الذي تعب ودخل في المعمعة والزوباء الشخص نفسه يرجع الإنجاز للمدرب بحد ذاته هذا كله ليس إنجاز أصلا ماذا استفاد أنه وقف بهاوف على الستيج وين الإنجاز في الموضوع الإنجاز الحقيقي عندما تدخل في مجال معين التغيير للصح هناك تغيير للشين وهذا ما نريد هناك تغيير للشين ماذا قمت بعمل المجتمع؟ وعيت المجتمع في موضوع الكالوريز الماكروز هذا إنجاز قمت بعمل كالوريز دوت غير مطاعم لتحسب كالوريز لم يكن يحسبونها هذه ليست شغلتي أنا شغلات جهات ذانية قمت بيزنس وفي نهاية هو بيزنس وفي نهاية يصبح مصلحتي ماديا ولكن بيزنس أنا أعتقد أن أؤمن بالقوة والفزيك والكينديشوني فقمت بعمل كالوريز الماكروز أؤمن بالكالوريز الماكروز وأن الموضوع موضوع هرمو ديناميكس وكل احتياجك وتحصل نتيجة فقمت بعمل مطبخ فقمت بعمل مطبخ فقمت بعمل مطبخ وضعت كل نوع الأكل براتا وكيمة وحتى فلازي ولكن فقمت بعمل مطبخ يعني حتى هذا شاي 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 فكل شيء أفعل وفي تغيير على المجتمع ودام المؤشرات كلها طيبة أذكر يعني أرجع بشريط بشريط مرتب أمريكا وأذكر كانت تحرطة وأقول يا شباب وكل أحد كان يقول يا ريال يا هل توراد من أمريكا وكلهم أحين هم نفسهم يا مشتركي في افلسج ماركورز يا عندي في الدنجون يا كلانس عندي وليس من باب الغرور ولا شيء من باب أن يوم ترد وراء وترى حين ترى نعم المؤشرات كلها قامت فيه مؤشرات طيبة واي أشياء تحسنت فهنا هذا إنجاز نحن إن شاء الله ندخل في هذا الموضوع هذا بعد نحن نتعلم من كوايد إن شاء الله في هذا الموضوع ولكن دعنا ندخل إلى المؤشرات فأنت تكلمت عن الجانب الأكاديمي من ناحية الدراسة مهندس ما شاء الله عليك نعم في مجال الرياضة في مجال الرياضة كان لدي المؤشرات اسمها ISSA International Science Sport Authority مع الوقت موضوع الشهادات تستوي مع الوقت ماركتنج تول لبعض الشركات تشعر بأن يسمونه بالإنجليز بيس 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 تروح الشركة لكي تروج منتج معين تحضر لك بيس يثبت أن هذا المنتج صحب ويسر تتعمق فيه ويسألون أنه يصبح بيسر لأنه يجب أن يصبح بيسر ما اسم الشهادة ISSA يبدو أنه يفعلون سبونسور مثلا كاي جرين ليس أمباسر كم بادي بلدين لم أشعر لم أشعر أن الشهادة أفتخر فيها أو أن أقول أنني عندي ISSA مع الوقت ما أحب كاي جرين بالعكس لا أحب كاي جرين لا أحب كاي جرين أحب كاي جرين أحب كاي جرين أنا أتحررتك أولد سكول شراتي أنا أولد سكول في موضوع الإنفلونسنج ليس الإنفلونسنج لكن في موضوع الإنترتينج أنا أميل لهم كقدوة في موضوع الجسم والشكل والوارك أثيك لكن في موضوع العلم لا أحد يطبق العلم في موضوع أخذ من كل بستان ورد أو بشكل بسيط نعم يعني أحب كاي جرين أو الوصول للمعلومة قبل هذه الأيام نفس السهولة اليوم يعني دوري نيتس تذكر أنا دوري نيتس ترى الوقفة بالنسبة لي أنا أجمل وقفة دوري نيتس يوقف على الوقفة كأنه لا يوجد أحد يوقف على الوقفة غيره هذا يستمي دوري نيتس بالنسبة لي من أفضل بودي بيلدر و أحب الكثير من الوقفة و أحب الكثير من الوقفة هو الذي تغيير من جيل الأيستاتيكس في السبعينات يدخل على موضوع صحيح نعم صدق دوري نيتس تأثيرها رائع ولكن الآن أصدق لك السبعينات السبعينات كم شهادة سنة 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 تدريب تغذية نعم 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 كم شهادة و طويلة�� core training وشهادة البروصحة وتعالى احتراج البروصحة أنا أخذت البروصحة البروصحة صراحة لم أشعر بأنني أفتح أي شيئ لكن كانت مراجعة والبروصحة الأشكر ولم أشعر تشعروا بعدها تعرفت جميع المعارض أشخاص يأخذون الكرس الدكتور يدعي منوها منوها حنزلما منوهاهNo Hanselman ما شعر عليه الداخل على يدنا الناس تريحنا الحظة عن البروصحة عندهم الحكومة نحن نتطلع على بادي بيلدر يكفون على الستيج وننسى منه اللي فعلا يابلنا هذه المعلومات على طبق من ذهب سنين ويقوم بمجموعة من الناس ويطبق عليهم شي واحد ويقوم بمجموعة من الناس ويقوم بمجموعة من الناس لكي يقول لك في نهاية ماذا؟ استخدام الناس عندما يقوم باستخدام الناس انت متخيل انه يتعب كلها لكي يجبلك معلومة جميلة وانت داخله برده والطبقة على الارض الواقع وانت مستفيد اشتركت عندك كورس تسع شهور اسبوه طاف اللي خلصت المتحان كان يوم كامل يوم كامل حتى مانو هنزلمن في الكورس يقول إذا كنت تنظر من مانو هنزلمن كورس يجب أن تنظر نفسك انت مبنفس اي اخرى ان شاء الله ان شاء الله ننجح حبه حبه على موضوع الناس سهولة الوصول للمعلومة دورين ييتس كان يتكلم عن كيف كانت المعلومة صعبة من ناحية تغذية من ناحية التمرين على ايامهم ويقول انا يجب أن تفعل الكثير من المعلومة ويجب أن يتكلم عن الكثير من المعلومة في بريطانيا قبل ان انتقل الامريكا كان الموضوع صعب نحن نفس اليوم نحن خذ على ايامنا وليس على اللي قبلنا ايامنا نحن انت عشان تحصل المعلومة ما عندك جوجل يوم صغار نحن ما شاء جوجل يجب أن تصبح المكتبة المدرسة او تصبح المكتبة العامة حاول تحصل المعلومة او اذا كنت محظوظ تعرف حد ممكن يوصلك المعلومة فسهولة الوصول للمعلومة يعتقد ان نقطة ايجابية وايد والدليل على ارض الواقع عندك الواقع عند الواقع عند الواقع هو التخوف لان المعلومات والبروتوكول والوصول الهدف أسهل عن قبل بوايد والدليل ان العدد وايد لو نرجع الى السبعينات كم الواقع نعرف فرانك كولومبو ارنولد مايك منزر فرانك زين نسميهم The Golden Era كان سرع تنفار يقولوا قبل كانوا وايد احلي كان سرع تنفار حسنا لا تقارن لا تقارن كل شيء احسن ولكن تقارن لديك سبعين ألف وكلهم وكلهم كتر عضلية فهذا الدليل ان سهولة المعلومة من حيث الشكل نتكلم عن الوضع هذا ولكن من حيث الشكل هل ترى البودي بيلدرز الحين كشكل كهيئة أفضل عن قبل نتكلم عن فرانك زين هذا فرانك زين كاتيجري كلاسيك كاتيجري كلاسيك كاتيجري كلاسيك التي تحكم بشين ثلاث مواعق بشكل وتتحكم بالمسك لا تتحكم بالمسك لا تستطيع تغير الشكل لا تستطيع تختبر هذه التكلمات التي تستطيع تغيرها فلاث مواعق نفس والمسك لا نعرف هذا غيرهم نحن نصلاً لا نوع السبليمانتس أو لا 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 نزيل نوع الجسم يفرق بعد يمكن أن تقول أن اللجئ للعب نعرف أن هناك عالم بيجرامي في عالم بيجرامي تتكلم عن 300 باوند عضلات وقف على 150 كيلو عضلات وقف ناشف بيجرامي 5% يترى بطنة كي بره لا بطنة بعد بيجرامي يكفوا عليه محافظة عرضنا يقوم بيجرامي بيجرامي لكن بعد ذلك يحاول أن يصل إلى مرتبة بيجرامي تحصل من كثيراً ما يقوم بيجرامي من كثيراً ما يقوم بيجرامي من كثيراً ما يقوم بيجرامي الانفلميشن الذي يستوي في الإنر أورغنز يكبر وبالتالي يستوي ديستينكتكت فتحصل بعضهم عندهم قط وهذا شيء قبيح في بادي بلدنغ وأصلاً توجه الفترة آخر 4 أو 5 سنوات من عقوب في الهيث لا يقوم بيجرامي صحيح توجههم كثيراً عن موضوع من يمكن أن تحكم في مد ساكشن هذا الفاكيوم يوجد عضلة تتحكم ماذا يسمى؟ يوجد عضلة أو الداخل صحيح هذه الطبقة ما شاء الله بدون مجاملة أنت من ضمن الناس الفئة القليلة التي أرىها التي لديهم الفاكيوم أنت تضع الصور يظهر أن يظهر أنت لديك هذه القدرة وهذا سبح الله يبالي تدريب أقول لك أنت من ضمن الأمور معقدة في التمرين صحيح صحيح أجل أعطينا 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 ما يهبك على أعطينا سنعود إلى الموضوع من هناك القدوة قبل دورينييتس دورينييتس كان يتمارى في تنبل صحيح أو حتى دونجون يعني يصر داب تحت الأرض صح كان يتمارى في هذا المكان وكان لديها الفايب دورينييتس بعد عبدالله صحيح صحيح أحبه من باب العقلية و و صحيح فكرة مختلفة ولكن لو أقول هذا الأخذ معلومة من دورينييتس أعرف معلومة من دورينييتس صح و لكن يوم دورينييتس كنتيني أحب الفايب و أنا كان عندي أيام كورونا كان عندي سويت ملحق والوالد التوقعات أني أعرس يبدأ جهزة الجم و سميت الكهف الأسود والداول و لكن لم يكن أحب و لكن لماذا أفتح و لم يكن أفعل لأنني أضح أنني أتذكر هذا الأمر أخير لماذا أفعل مكلف العائد الماضي و فعلا العائد الماضي و لكن سوف اتغير حمد الله لدي كلاينس أستطيع أن يمعهم في مكان واحد أستطيع أن أراهم من شخص يمكن أن يكون هذا الأفضل ونحن نقل لكن لا تشعر أن اليوم أنت موظف ومهندس لأنك مهندس وشيء أنت رياضي أنت تنافس بعد ساعة أنت تفتح جيم مبهدك إضافي جوردان بيترسون يقول هذا الكلام يقول أنك في صغرك تحاول أن تضع كثير من يمكن حتى لا يمكن أن تضع أخر لأن هذا الوقت الوحيد حاول أن تطلع كل ما يوجد في زهرة شبابك لأن بعدين لا يوجد تضع أخر بعدين وقت الراحة وقت الاستقرار فهذا الوقتي أني تضع أخر حتى الوالد تقول لي ما هو البيت؟ في فندق ترد أخر الليل وتنام ومن الصباح أخر أكلم ومنافسي 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 وكل شيء ولكن بعدين يقول يا أمي إذا لم أشتغل ماذا أشتغل هذا مضمن أنا أحب جوردان بيترسون ومن أفضل الأشياء التي سمعتها من جوردان بيترسون يوم قال لنا أن تأخذ أحد شيء أن أعطي 100% هذا شيء واحد وأعطي أميه بالأميه أنا ضد أن أتفرع في أميه أحد شيء ولكن أفتح بشيء أعطي أفضل لأن أعطي أفضل أحمد في المقابلة التي قامت أحمد من شيبة صاحب أكواف قال كلمة جيدة في المقابلة قال في فترة وهذه تجربة كانت في حياته غيرت فكرة كل ما يتعلق في الحياة وماذا يجب أن أفعل وماذا يجب أن أفعل وماذا يجب أن أفعل هناك موقفين موقف يوم يتال إصابة في ظهره هو بودي بلدر وماذا يتال إصابة في ظهره يظن أن يطيح حتى ستة شهور لا يمكن أن يمشي لكن الموقف الثاني الذي أثرت فيه يقول أنه قامت بعمل تطوع في مكان أظن أنه في البلاد ليس هنا مثل ما يسميه دار العجزة دار كبار السن تختلف التسميات يقول الذي أحظته من هذه الأكبار الشيء الوحيد الذي يشترك فيه كلهم ندمانين على ما لم يفعله الشخص الذي كنت أحبه لم أقتله مثلا أنا أحبه المشروع الذي كنت أفعله كنت أحب كنت أفتحه ثم أعطاني تفاصيل وقال أحب أن أحلق لم يفعله يقول أنه ندمان على هذا الشيء لن أرد في الليل صد الأمور التي لا تفعلها لأن سبحان الله عمر الإنسان قصير صحيح صحيح لكن دائما أنت الأمور التي لا تفعلها لا يوجد شيء يغضب الله لا يخالف العادات والتقاليد صحيح لماذا لا؟ لماذا لا؟ وشيء جيد وينفع للناس حسنا ما شاء الله عرفنا عن دونجون وعرفنا عن اسم دورين ييتس جميلة دورين ييتس كان لديه تأثير عليك هذا جيد الآن يوم بني على التمرين نفسه كيف يعرف الواحد احتياج أنا أقول لك أنا الذي أرى اليوم اليوم الذي أرى أنا من الشباب أقول لك لماذا تلجم لماذا تتمرن كلهم أبا أنزل وزن معظمهم لا يعرفون لماذا لماذا يتمرن ما هو هدفهم للتمرين أقول لك ما تبقى أنت تبقى تكون أقوى تبقى 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 تركض لا تتعب تبقى شيب ما هو تباب الضبط؟ معظم الشباب يشعر أنه لا لديهم هذا لا يوجد لا يوجد لا يوجد نتيجة في كل شيء في الحياة إذا لا يوجد نتيجة لا يوجد نتيجة لكن كيف تتواجه؟ نعم الآن الجم المالي اسمه The Dungeon Power Building Gym ماذا يعني؟ أنا أستهدف strength and conditioning athletes فإذا أنا واحد يقول لك أنا أبا ألحب أنا مجالي هو endurance أقرأ عنوان الجم Power Building Gym لا يوجد نتيجة أنا واضح مع الناس أنا أستهدفهم جماعة القوة وجماعة bodybuilders فقط لغير فعساب يوم يدخل الشخص لديه purpose دعنا نفترض يبا قوة يبا هذا لدي كوالفايد في الجم هم مؤهلين ويعلمونك إذا هدفك powerlifting يعلمونك إذا هدف bodybuilding وإذا هدفك القوة والcondition فأنا واضح من البداية مع الكلاين وما بيون الكلاين إلا وهم يعرفون أنهم يعين هذا الجم لهذه الغرض أوكي 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 شاب صغير عشرين وعشرين سنة يالس على كرسي وعنده مشكلة فرقب أهلا يا أخي الحركة الموشن ومالت الذي يتمرنون ساعات بطريقة ليس صحيحة تشعر شيء غلط شيء غلط كيف تحصل هذا كيف تصليح هذا هذا شيء يركز لي إذا ندخل على موضوع موبيلتي وهذا ليس اختصاصي اختصاص في فيزيو لا تشعر لا تشعر لا تشعر لا تشعر هذا مهم الآن كل رياضة إذا كانت كانت لها لها أو أعطيك مثال إذا كنت لعب أمامية ومصارع أمامية هذا الكرير مالك إذا كنت منافذة منافذة ماذا عادي ارتجاج المخ صحيح عادي أشياء خاصة ارتجاج المخ عادي تموت صحيح ما تأخذ رياضة بجدية وبحماس وبتنافسية سيكون فيها موبيلتي من الأشياء موبيلتي لماذا؟ زيادة موبيلتي يرتفع عندك كتلة قد يؤثر موبيلتي ولكن هذا اللوم على اللاعب نفسه لماذا لم تأخذ موبيلتي لماذا لم تأخذ موبيلتي قبل التمرين من الأشياء التي زادت موبيلتي الخطأ في التمرين الخطأ في التكنيك والشيء الذي نحن مليون ألف مرات لدينا يا جماعة الخير يتمرن بمدى حركي كامل موبيلتي 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 يعني أنت ننزل موبيلتي على 107 كيلو لماذا؟ لأنني عوّدت عمري أني أني سوي بهذه الطريقة فتقول لي صل أطلع فوق لأن خطأ الموبيلتي على الأعتبار وأدري أن موبيلتي بيقيني من نصابات أقي نفسي من نصابات معناتها أقدر أطول ويكون فيه لونجوبيتي أكثر في الرياضة هذه تمريني بيكون صح تفعيل العضرات أكثر بيكون صح بحكم المددى حركي كامل فموبيلتي موبيلتي مهم في بودي بلدنج لكن هل إذا لم أخذ تبعني الاعتبار يقدر هذه الموبيلتي يخف ويد؟ إذا زاد وزني ويد؟ نعم يقدر فكل رياضة لها فهذه نقطة مهمة يوم خاصة تطعيب حتى الجولف تايجر وودز يا أصابة عرفت معنا فحزنا بس سوي شيء لا البوزيشن هذا هو يوم بالضبط حسنا هذه النقطة مهمة والتي تفضلت فيها مهمة خاصة للشباب أخواتنا والأخواتنا والأخواتنا في بودي بلدنج تركز على الموبيلتي جدا ما أقول أنت الأوزان التي تشلها الآن ممكن أن لا تستطيع تشلها عقب عشر سنوات ممكن أن تشلها عقب عشرين سنة لكن أنا دوم أقول الله سبحانه وتعطينا وياكم طولة العمر أنت تكون يوم عمرك ثمانين سنة سبعين سنة أترون أن تشل صحيح ولدك حفيدك من الأرض ترفعها أترون أن أقول بيتر أتييا دكتور بيتر أتييا إذا سمعت عنه بيتر أتييا بيتر أتييا بيتر أتييا هو متخصص في كانسر ريسيرت واللونجيفتي بشكل آخر فدوم يقول يقول أنا وما أتركز على الموبيلتي الذي أركز عليه مع الناس اليوني أنا أركز كيف ممكن هذا الشخص وإذا كان عمره 100 سنة يمكن أن يربط الجوتي أنا وإنت نحن نفكر بطل الجوتي ماذا أن تربط الجوتي؟ لا بطل الجوتي حتى عمرك أنت سبعين سنة ترى هاي شغلة صحيح وهايد شغلة صعبة أنا في البلق أربطتها صحيح صدق صدق فدورين ييتس قال نفس الكلام هذا فصعب روني يقول أنا وصلت إلى مرحلة في البلق لا أستطيع حرمتي فهوائد حلو نحن نسوي هاي الأمور كلها ولكن نركز على جانب موبيلتي صحيح لأننا نحن نبقى لأطول فترة لكن بعد بدر أنت لو تفكر فيها نحن كشباب مرة لا أستطيع أن كنا مثاليين ولكن الحماس مرات يأخذنا حماس يأخذنا فتنسى 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 فعليا لماذا يأتني أنا من البودي بلدين اللي وايدي سانس عليهم ديكستر جاكسون وكمال كمال قرني ليبي لين 51 سنة ينافسون وكل سنة تشعردوا وراسدة ما شاء الله فهذا اللونجيفتي هل تقولون ما شاء الله بلدين لين عمري 51 سنة نعم 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 موضوع اللونجيفتي وأهميتها صراحة هذا أعتقد كلنا نتفق عليه فهوائد مهم لنا نحن للشباب أخوان أخواتنا يا أخي أنت تتمرن تركز على اللونج ترم لا نفكر اليوم أو بعد شهرين كيف شكلي وعقب السنة نفكر حد اللونج ترم فالتي تفضلت فيه كلام ممتاز جدا خبرنا عن الكالوري دفست الفكرة التي تظهرت فيها أنت وإحتسابه لا تظهرت فيها هذه قاعدة حالة جاذبية جاذبية قاعدة لكن لا أحد كان يتطرق لها ولكن لا أحد كان يتطرق لها حتى لو أنت تظهر على آخر كتب الحديثة في عالم التغذية بالعربي لا يتطرق حتى هناك ناس يقولون أنت مكتوب يسرق في بريطانيا كلنا مصطلحات إنجليزية لا تحسس أنت كثيرا في تكلم إنجليزي أنا أتكلم إنجليزي لأنه لا يوجد كتب إنجليزية لقد درست منها ماذا لا أفعل لن أخبركم العربي يلا فائضة السعرات ما هذا لا أعرف صح صح مكتوب معدل أيض أنا أحب أن أتكلم فأنت لا تحسس أن أنت عربي ستفهم لا عربي أو إنجليزي فأنت دعني استعدامك للغة الإنجليزية هذا شيء أنا أطيح فيه وأنت أطيح فيه وغيره لأن هذا موضوع يرجع لدراسة لبيعة أمور أتمنى أن يكون هناك كتاب حديث عربي أتمنى إن شاء الله أنا مستعدة أن أدرس الكتاب قلباً وقالباً وأتكلم كله بالعربي ما يقدر لي كلمة الاستشفاء تعلمتها منك أنا بعدها لا أعرف ما شيء أصبحك سمعتها منك أنت الاستشفاء لا أتعلم أيضاً أول مرة قلت تذكرني يوم أول مرة سمعت كلمة التغذية الراجعة أذكر كنت في وظيفة في أحد الجهات فأسمع أحد يقول التغذية الراجعة أنا تعرف شيء بيني ونفسي ماذا يقول لا أسألك أنا ماذا تغذية الراجعة ما هي فيدباك 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 هناك مصطلحات مبفلسفية نعم نعتز باللغة العربية ولغتنا وكذا لكن هناك بعض المصطلحات حتى الذين لا يتكلم انجليزي لا يعرف المصطلح صح موضوع احتساب السعرات الحرارية يبتأ تقريباً أو تأثرت تعلمت هذا الشيء من أمريكا نعم هناك هذا الشيء في كل مكان هذا الشيء من جانب هذا أحد السلوكات الحياة هذا الشيء متعودين عليه منهم صغار مثلما كل واحد فيكم عندما أصرف اليوم يفلوس كل واحد فيكم عندما أصرف اليوم يكذا أنا هذا بجت مالي اطفت البجت أنا مديون أنا أزيد في مجهودي بحيث أن أطيح في عز السعرات أو دعنا نقول أوصل كذلك كمالي عن طريق الأكس عن طريق المجهود العالي والزيادة أو أني أقسم اليوم البعض كان لك مديون أنا اليوم عندي مصروف 20 درهم اليوم أنا أصرفت أربعين درهم شما هاته؟ صحيح من الناس وفي رزيستنس من أصحاب الأعمال يعني معرضة على هذا الموضوع تقريباً ما الذي يوجد بالهم؟ أنا أكتب لهم أسعارهم وأنا أكتب لهم سعراتهم هناك فرق كبير سعرك أنت تقريباً تقريباً في المستقبل تقريباً سعادة وفزعة كيفك؟ هم يتحرون أن هذا هذا يوم سبحان الله قبل يومين حاسب كافي شاب بدون ذكر أسامي وأنا رايح أقول في بالي أنا أدري هذا السيناريو يتكرر تبولة 850 كدري والشافي يقول لي ما هذا؟ ما هذا؟ 50 كرام زيت زيتون 10 كرام زيت زيتون في 10 كدري لقد أعضل 50 لا تتموز تقريباً 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 زيت زيتون فقلت لها عزيزي اسم المطعم يوجد له طابع حيثي فأنت حيثي وأنت تبيع تبولة فيها 850 كدري أنا تبيع 850 كدري ماذا كنتي راكل؟ ثلاثة أو أربعة شئز برغر ما تبكت عن شيء؟ أنا أصلاً أنا أصلاً من محبين مكدونالدز لأنهم لديهم الشفافية وصراحة وصراحة ومصداقية أكثر من المطاعم الذي يدعيه مطعم دايت يسوي لك 200 كالوري ويقول لك في الجنة لا تحصل 200 كالوري أنا أستخدمها فاهمت؟ فأنت لا مصداقية ويتحرك كلما نقل سعرات الناس بيون أكثر ما الذي يحط هنا؟ أنا أحادي يحاطي الكاستمر يحاطي الكاستمر أنا أسألت سؤال يوم حطة والتحذير أو التحذير هذا من استوع على الجنة أوكي القلة والكاستمر أنا أستخدم نفسه لأنني أجدهم صدق والله أقول لهم المشكلة الجنة لا يقول لك أنني لا أجدك الجنة هذا قد يؤدي إلى الموت يؤدي إلى الموت وسلطان وبكل فخر واعتزاز يرمي نفسه إلى التهلكة ويشتري تماما هو يختار أنا أتكلم من ناحية بفكر بيزنس أنا لا أخسر إرادة لا أخسر أرباحي حتى وهذا لا أثر عليها أبدا إذا كان هناك أسهم أشتري فلوز لا هذا لا يؤثر عليك لماذا تخوف الجماعة من هذا لا أعرف نزيل عبدالله أظلني فيه يعني فيه فرق اليوم بين أن أقول باكل بكالوري ديفست لشكل معين أوكي هذا أعتقد يعني له سير معين له نظام معين تتبعه وفيه أن أنا باكل للصحة أفضل هذي لغير وايد وايد حلول اللي قلت الآن تعريف كلمة الصحي لدينا الكثير من الأشكاليات يوم أقول لشكل واحد ديفاين مي هلثي عرف لي ما معنى صحي يقول لك أنك تأكل أكل صحي قلت له حلو تأكل أكل صحي بمعنى تأكل واجبات تكون غنية بالقيمة وغدائية صغيرة بالزنك صح يعني مثلا أضع لك برغر أو مثلا سوبر فود مثلا بيتروت مع أسايي أي واحد في بالك صحي بيتروت وأسايي سوبر فأقول له هذا بالنسبة لك صحي حلو أوكي أنا باكل الصحي اللي أنت تقول عنه اللي هو العيش والدياي والهول فودز وهذا خمس طلاف كالاري أكون أنا نطحت في شو في فائض السعرات يعني الفائض من هذه السعرات من البيتروت الجميل والخطير والهلثي استوى فائض والفائض يستوى شو يستوى شو يستوى بودي فات يلا صيحة ليش؟ متنت أحنا شو اللي يجلب السايد افكت هل البرغر نفسه اللي يجلب السايد افكت ولا بادي كومبزيشن عندك جسم عالي بالدهون قليل بالمسل المسل فأحنا أنا أقدر أكل عيش ودياي وصراطة وهذا وأمتن ويني السكري والضغط والكوليسترول وأقدر أكل برغر والجنك فود في أقل من السعرات المطلوب علي أخسر بوديفات وأبني عضلات عن طريقة التمارين المقاومة التي أفعلها ويروح عني الكوليسترول ويروح عني آثار سكر الدم ويروح عني فأنت شو حين تعرفك الهلذي؟ أنت قل لي ما تعرفك الهلذي؟ أنا أقول لك أجمع بلا ثلاثين أضرب أسمين محجر كل الهلذي فود وكل احتياجك أنا أقول لك مثلا ماذا لي في بالي حين يومي يحسبها لا أعرف الحسبة أنا بس فلنفرض برغر أو صدور دي اي مثلا مثلا هذا نفس الكالوريزني ها 500 و ها 500 فلنفرض أن صدور دي اي أكثر الكالوريزني حلو أقول صدور دي ألف يلا مثلا نقول ألف كالوري و هنين 500 كالوري حلوين ماذا تأثير هذا على الصحة؟ ماذا تعريفي أنا للصحة؟ أنا أقول لك تعريف بشخص بسيط ضغط الدم كلسترول أمراض القلب هذا يتهدد بشكل كبير على بادي كومبزيشن مالك بادي كومبزيشن بادي كومبزيشن يعني شو يعني بادي كومبزيشن يعني مكونات الجسم الجسم مكونات من سكيلة المسل الماس من عظام مكونات من لين بادي ماس من عضلات وماء مكونات من بادي فات اللي هي الدهون ففيش يسمونه مصطلح يسمونه P ريشو P ريشو اللي هو الريشو ما بين العضلات اللي في جسمك أو هنقول لين بادي ماس في جسمك مقابل الدهون إذا P ريشو عندك العضلات كانت أفضل من الدهون بالتالي أنت تكون إنسان شو؟ فت إنسان صحي أكثر أعرفت؟ شوف عبدالله يمكن شوي يختلفوا يا كمي والدليل يكون على أرض الواقع عن طريق فحصة الدم اللي بتسويها وعنده أنا دوم عندي قاعدة أقول لا المتن مرض ولا الضعف صحة دوم يعني هيك شخص ضعيف ما في فات وعرف ناس ضعيف ما في أي فات لكن تصير تفحصها مثلا يقول عنده فاتي ليفر عنده ترسبات على الكبت أحين ندخل في موضوع شو أحين عند الضغط أحين ندخل في موضوع إننا نحنا ما نواجه مشكلة في السمنة نحنا نواجه مشكلة في قلة البناء العضلي Low in body mass نحنا مشكلتنا مو بس إفراد مو مشكلتنا بس إننا عدنا وائد ناس وائد متان وعندهم دهون وائد عالية نحنا عدنا مشكلة إننا عدنا وائد ناس سكني وهذه مشكلة تعتبر فبالتالي قلنا هناك شيء يسمى P-Ratio عدل P-Ratio مالك كل من ضمن احتياجك لا تطوف السعرات المطلوبة عليك كون من ضمن بوديفات مع عقول 15 برلمية تكون واحد آثريت وفي نفس وقت مرن تمارين مقاومة بالتالي عضلات زادت دهون نقصت الجسم المعدل أيضة تستوي أحسن صحة تكون أحسن نوم يكون أحسن شهيدة تكون أحسن كل شيء في هذاك تعدد حتى السيكولوجي تكون أحسن هناك مثلا واحد يقول احتياجه مثلا من السعرات فلنفرض 2000 في اليوم 2500 لكن الريال عنده هاي كوليسترول هل أنا أقدر أعطيه نفس الوجبات وألعب في الكاليوز ما لأنه يأكل برغرز هذا ما يؤثر على الدهون حين نحن نتكلم عن رجل صحي كوليسترول يعتبر هذا من الشواذ إذا هذا من الشواذ معناته يكونني راجع دكتور أعطيه كوليسترول أو أنه يأخذ مثلا نفس البرغمونت أو أنه يتفادى الأكلات اللي هايين كوليسترول بس بعد في النهاية يتمشوا لأكل منظم الاحتياجة اللي سويه عبدالله It's not a plan It's a program يعني plan plan هو حق الكل بس program كوستمايز فأنت دائما تنظر لهذه الأمور أنت عندك مثلا عندك سكري ولا لا type 1 type 2 بس في الغالب أنا اللي رأيته في الناس نسمك لله علم وخبرة من اللي رأيته من الكلاينس عدد كبير جدا اللي كان عندهم هذه الأمراض وبس مجرد أن نقصنا بوديفات ماله رد تفعل فحص كل شي تعدل استوى في غنى عن كل هالأدوية اللي كان يأخذها ليش؟ عدنا البودي كوموسيشن بس أساس السايد افكتس وأساس العراض الجانبية فشت إنسان أنه عنده مكونات جسم سيئة جدا هذه أمية بالأمية التي تؤدينا هناك جزية ثانية بعد أن أددنا على موضوع الكالوري الديفسات والإنسان يأكل أقل عن احتياجه طبعاً ليس بشرط إنسان يأكل أقل عن احتياجه نعم في الغالب يجب أن ينقص وزني حسب حسب هدفك ترى الموضوع ليس بسهل ليس بسهل بسهل كتاب بول مكينا تتكلم عن احتياجه احتياجه هذه مشكلة مشكلة كبيرة نعم خاصة عند البنات عند البنات عندها مشكلة كبيرة يسمونها احتياجه احتياجه عند الناس هناك شخص محب للأكل لكن ما الذي أصل له أنه كم عمر كنت يوم بديت عشرين عشرين وهذا يعني عشرين وايد من وقت حد من الناس تلقى بدأ قبل بعد فهو أصلاً في بيته يأكلون أكل هلثي لكن يومتي تأخذ واحد طول عمره يعني هو فوق الوزن المثالي تلقى من يوم عمره 12 سنة حلو فيا نش من أرقاده ويبقى حين أبا عدل من نفسي وأبا نزل من وزنيه عمره نقول كان عمره عشر سنوات يوم هو فوق الوزن المثالي ليلة أربعين خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة هاي السنين هاي كلها ومتين ماشي على سيستم معين حس التذوق عندهم تعود على هالكثر ملح هالكثر بهارات هالكثر فجأة يوم تقطع عنا مبسح لوحك جوابت هاي قلت فجأة يوم تقطع عنا نحنا ما نقطع انحد أي شي حلو نعطيه كمية الملح نعطيه كمية الشكر ولكن انحد من هذه الكمية اوك يعني ما أقول لك أنا فلان أنت متين صح هاي أخي أبو أضحف وشي انزين انت شو تاكل يوميا أنا أكل برغر وشوارمة وكافتيريا ولا لا 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 أول خطوة هم أقول لي أحسب كالوريز كمدرب أنا هذا غلط أول خطوة أقول لي بدلا ما تاكل ثلاث سندويتشات كلك سندويتشين ونحن نرى لما تقوم به جدد من أن الحياة كمية فوق الجودة كنا نحصل رفع يجب أن يأكل بكمية أقل صح هو لا لذلك كم تاكل ماذا تاكل في مكدورانس أكل ماك حيث يوميا فرايز ماذا نحصل فرايز صح نحن عادي نحن نجلك الاجتماع كان من 10 ألاف معدد أن يأكل نفس الأكل يصل إلى 5 ألاف إذا كان 200 ترى عادي خمس تراف يكون ديفيسة ماله انتهى الموضوع حلل المشكلة فعشان تيحدة ايما افتحت افدفتر ماكروز ويدين هاجموني كيف تبيع بارات تقطر دهن انا يبت الشيف قلت له لا تسوي لي بارات تهلذي انسى انسو هلثي دو از 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 قلت له انسو هلثي دو از از ارشور نحن هدفنا نحسب سعرات يبت الشيف الهندي حمت خطير يسوينا واجبات هندية قلت له سوي لي باراتة ابا باراتة مالها تعرف هاللبتن هالكبتن ابا هذا ابا يقطر كله يشرب ايا سامي هاي عرفت اما ايه صح اقول لك سوالي هالنوع باراتة قام لي صحق الناس قلهم كيف تبا نضعها في باراتة تقطر دهن بداخلك كيمة كيمة اللي تعرفت مع فاصولك كيمة كيمة يعني فااااااااااااااااا هاي.. هاشازي فيه ستمية خمسين كايريت مو انتا تبا تعرف كم كايريتة باراتة حلو كم كايريت هذه تبيش عضل ايه change لكن فيه اتباق يخش كام موات قريب منしい pan plateau لانت متاكد بالشكر في دراسة قاعد لك فل شقر ممزين لا يغبط احتياجك نعم كل واستمت فهذه وايد واجهتني أخطاء ولكن في مؤشرات تقول أن الناس كلها قامت تلتجأ لموضوع الشو الكمية فوق الجودة لكن من هو الذكي في الموضوع من هو الناضج في الموضوع اللي يضرب الأصفرين بحجر يقول نعم أنا باكل منظوم الاحتياجي ولكن بعد باكل صحي عشان ما أكون فقير في القيم الغدائية الصغيرة يعني أقدر أكل برقر وضعف وأقدر أكل عيش دياي أضعف ولكن عيش دياي فيه زينكم ماغنيزيوم وبوتاسيوم وفيه أشياء يعني تفيدني كصحة عامة هذه زين حق اللونجيبتي اللي تكلمنا عنها قبل الشيء فهذه حتى فيها نضوج فكري أكثر تحس أن يوميوني الشباب أعطيهم الماكروز مالهم الكارب انتيك مالي خلصة بشو كانديز حلاوة أوكي بتوصل هدفك حلو بتوصل بادي كومسجن حلو سكس باكس بيطلعون لك بتكون فرحان وبتصور تهاية زين ربعك ها ها شوفوا شوفوا كانديز ويراوي بطنة أبس شوفوا أكل يا با حلو خطوة زينة يعني ولكن أنا يومي أشوفك ما أشوفك يوميشور ما أشوفك أنت ناضج الإنسان الناضج اللي نعم بيهاكل محتياجة ولكن بيهاكل اللي يعرف زين حد جسمه هل بيفرق من ناحية الرجال في النهاية لا ولكن بيفرق بعد سنين وسنين سنين لماذا؟ لأن أنت غذيت جسمك بالقيم الغذائية الصغيرة مايكرو نيوتريينس أعلم؟ فأنا أخذها ستب باي ستب نعم ما أقول لك أول شيء ما نحسب كالوريز نقل الكمية بعد نحب أحب أن نقول لها يمكن جسم يستوي بلعتو مع الوقت يتعود على خمس تاريخ يضطر أن ينزل سيولة شين سعات لا يضطر أن ينزلين أربع تاريخ كالوري ما أقول أسمع ترى نحن وصلنا إلى أربع تاريخ كالوري الآن ما رأيك بدلا أن ترى الخمس وجبات جنك دعنا ندخل فيهم مثلا بروتين شيكو موز مثلا يقول فيه 300 كالوريز أوكي ما عندك مشكلة أو ما عندك مشكلة يبدأ يستوي أدابتاشن تعايش حبه حبه يبدأ يشوف نتائج النتيجة هي أكبر موتيفيشن التدرج عبدالله في كل شيء في الدنيا أنا أتفق في كل شيء في الدنيا أنا طرحت لك هذه النقطة هذه الطريقة لسبب معين الشخص اللي ذكرت لي قبل ما نبتدي قلت لنا نقاش وياه عبدالله تيف حارك ما بقول اسمه دوم نحن نتناقش في هذا الموضوع أنا دوم أقول أي شيء أنت تبتدي فيه أكستريم صح بيستويتي مثل مثل السبرنغ هذا تعفتش تضغطه تضغطه بينزل لكن من تفتش يطير صح التدرج 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 وهايد في جزئ جزئية اليموشن حتى يمذكرت الناس اللي والله يصور لك أكلت نوتيل ولا أكلت هذا ترى هذا هذا عقلة موصل هرمون السعادة هذا اللي ينفرز الغدة هاي اللي تسهم في هالشي هذا مرتبطة بتذوق لهالشي صح مع أن الخيار الأفضل دائما أنا آكل شيء يفيدني يفيدني على المدى البصير ولكن بعدا أنا مو مفرض أني أتوقع من شخص عايش طرحاته بعشوائية يبدأ يأكل أكلات بالنار كل ما عليك كلها خطوة خطوة ينسحب ينسحب مع الوقت يرى ما عنده لا يوجه كذلك إذا أنه أشهر موضوع السيف اوه اوه تكمل عادمة يجب في وصف نجمي أكل حالية الحجم قليلة السعرات لكي أشبه لكي يفيدني أيضا يعطيني كيف تعلم بادي بلدين هانزلج كانت تحدث عن أنت لا تدخل الجيم اليوم ألعب بنش برس أمية كيلو مرة واحدة يستوي؟ لا يستوي شو كلمة قلت؟ بريوديزيشن بريوديزيشن يعني التدرج لا يستطيع أن تدخل الجيم ألعب أمية كيلو بنش برس من البداية أول شيء ألعب بارخ خالي أتعايش مع الموشن أحب أحب أزيد يسمونه progressive overload أحب أحب فهذه بريوديزيشن التدرج ستنطبق في جميع الأسبقات في بادي بلدن من ناحية التمرين حتى من ناحية أكل دعنا نفترض بدر في رحلة إلى خسارة الدهون هل يستوي أضع بدر على ألف كالوري مرة واحدة؟ مستحيل هل يخسر دهون؟ نعم لكن ليس عملي أبداً أضع بدر في أقصى مراحل الدفست 4500 بدر استانس يبدأ ينقص بدر شوي 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 يستوي بلاتو يثبت نقص بدر زيادة تدرج حبه 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 حتى في عالم الفارمكولوجي في بادي بلدن لدينا محسنات أداة ونعم هذا شيء شائع لا يستوي أن أبدأ بمليون كومباوند مرة واحدة الجسم يشفر مليون مستقبل يشتغل مرة واحدة من كل مكان يظهرون لك بلدن أو بلدن فبالتالي نبدأ تدرج في بادي بادي أفكر في هذا الموضوع هذا الموضوع الاستيرويد كنت أبحث فيه قبل فترة استيرويد محسنات الأداة هي الاستيرويد نعم performance enhanced drug نعم PED PED أرى قصة الاستيرويد أين بدأت القصص وأرى أنه يمكن أن يزاد استخدام المحسنات الأداة بشكل كبير يعني هم بدأوا ويعتقد أن الجنود الألمان بدأوا يعطوهم تستاسترون هذه البداية نعم في الثلاثينات عطوهم لكي كان فيهم تستاسترون تستاسترون ساعد في موضوع تستاسترون المصارعين الروس بدأوا في الأولمبياد في 1953 بدأوا يأخذونها لكن الله لا ينتبهوا عن هذا الأمر لين الثمانينات في السبعينة تقريبا ثمانينات بدأوا بنحاسب حتى هناك رياضات تقلق لك أن تدخلوا في السبعينة لا، نتحدث عن الأولمبيكس الآن يبدأ لين الخمسينات بدأوا الروس في الثمانينات بدأوا الروس والثمانينات بدأوا الناس ترون لا تعال هناك شيء غلطا هنا في شيء مطبيعي فانتبهوا على الموضوع هذا في رياضات ثانية مثلا في البيس بول اعتقد دخله ريسنتلي فحتى يقول لك التستنج هذا يعني بدأوا يركزون عليه في الباسكتبول اعتقد في التسعة وتسعين الفين بدأوا البي دي تستنج يأخذونه بجدية يأخذون الموضوع لكن حينا اليوم اي افكر انا قلت حتى بكلم كنت عن هذا الموضوع انا اليوم بودي بيلدر مثلا اليوم شفت الرينج اما البودي بيلدر يقول لك السالي ريزار بين خمسة عشر الف الى امية وتسعين الف دولار في الشهر هذا غير عن سبونسر وغيرها هذا الرينج يعني فهذا المبالغ وغير عن اللي يعطونا للدعايات ويعطونا في البودي بيلدر هذا اللي انا شفت الوحيد على رمضان السبورت اختار من مصدر موضوع لكن هذا اللي اخذنا كلها بجميع يعطونا ولكن حتى لو اخذنا خمسة عشر الف الى المو ثمانين اعتقد جاسبر ري هو احد مدعال اوه كي حسنا بس هذه اعجابه انا برياضي لنه في اعترد لانه فيتدرج لانه فيتدرج اذا افكر التقاعد المالي انا اسوق فأنا ما يفكر أقول لشخص يحصل بالآلاف مئات الألوف بساعات ممكن يحصل له مئات الألوف مئات الألوف لا يدرع على مدى كم من سنة هذا إذا يأخذ ويحط عمره في رسك ربما يستحق الموضوع لكن هل أنا الموضوع هذا أستحق أدخل في هذا الرسك إذا أنا بس عشان أصبح أتمشع على البحر عقفان يلتيب بشكل يكون حلو ومرتب هل يستحق الموضوع؟ أبدا ويزعلون مني خلالات خاصة الجدد كيف تم اشترك عندك أو باكورس هرومون أقول لأ أنا لم أعدك وصل ألا أستطيع تشارك بطولة وعندك قابلية الصدق يكون لك كمبتتف كارير يزعل أنت ليش تزعل أنا أقول هاي المصلحتك أنت صحي أنت وتتدخل أرمبولك ستيرويد أنت تدخل في وايد حوائق أنت في غنى عنها مرضك قابلية ما سيتم swirlه؟ لأنك تعرف أنت من الأساس أنت للتحب بادي بلدنك فعلاً تحب بادي بلدنك فعلاً أنت بالتوصل لها مراحة منطول الاستونيس انت ما بيومياً في الجنب أنت لدي فترة مؤقتة ونذهب لدي سفرة مربية أو سفرة كان وتروح إذا لدي هذا الغرف ترى والله العظيم أنك تستطيع assessment بطريقة طبيعية وصحية ووضع كائي وأحسن عن الذي يستخدم محسن أداء فليش لا دام فيه طريق صحي يستوي خاصة لا مثل ما تكد العلم تقدم وائد سهل الموضوع أن يستوي طبيعي صار في العمر أنا فيه شباب أشوفهم أصغر عنا وائد فتلقى عمره 18-19 سنة يختفي 8 شهور 9 شهور فجأة تشوفه هذا إنسان ثاني شو استوابه وفجأة تشوفه بوف رادمارة ثانية اسم كان قبل رادمارة ثانية أوكي ممكن ما يرد صفر يتم هذا عنده لكن أنا أقول سبحان الله أنت مخك لا تكتمل نضجة أصلا مثل عمره 27 بعده هذا الفصل الجبهي عندك ما اسمه فصل الجبهي ولا لا الجانب المسؤول عن أخذ القرارات وليدرس التبعات كالقرار هذا ما تكتمل عندك تأخذ مثل هذا القرار وفي بعض الأشياء تأخذها أنت أدرا فيه ما في ردة ترى خلاص هذا يتم في الجسم شيء منه يطلع شيء لكن في بعض الأمور تتأثر على المدى البعيد يا أخي لا تستطيع فأنت ما شاء الله تقدم هذه النصيحة للشباب بعد اليانين خاصة الصغار في العمر صغير ما لا داعي صغير عبدالله أنت حتى كبنية مكتملة أنا أخطأت في هذا الشيء وما أبغير أن يخطأ في هذا الشيء فأنت ما لا داعي قد أسألك بعد عبدالله على الموضوع مؤخرا ويدين يعني ما أدري هل هذا الشيء دائما موجود ولكن الأخبار لا تصلنا مثل ما تصلنا اليوم أو هل هذه فعلا لحين استويت مشكلة؟ موت اللعيبة هذه الفجأة حسنا هذا جيد 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 أنت مدوز واحد من الناس اللي حبهم وصورتهم لونه عندك في الجم هذا بعد فجأة أنا حاليا درست عند تيم جيفل جي أس بي اللي هو يسمونه دكتور برودريك شافيز دكتور بايو كيميستري وفي بعد واحد ثاني أنا هايلة على رأس الهرم في موضوع أنا بولكس الفارميكولوجي هايلة الرفرنس مالي في هذا الموضوع لأن كلهم سيئنس بيس ويمشون على كيس تاديز وكلينيكال دوزز فيكتور بلاك ليس دكتور ولكن متعمق خمسة وفين سنة خبرة دارس وقاري كل كتاب مكتوب عليه ستيرويدز يعني بحر ودكتور برودريك شافيز هاي اللي ثانين من عقب ما طلعوا وايد روونة برودريكولز سيف يوز آنابوليكس نفس ما تقول عالم السيارات اللي بيزود ترى بيزود لكن شو من طريقة ان نخليه زود بس ما يموت سوي لك حلبات البس حلمت حط السيفتي اتأكد سوي انسبكشن موترك السيفتي لا سمحرستوها شيء انت ستيرويد نفس الشيء البروتوكولز هذا طبقنا في عالم بودي بيزود للسيف يوز آنابوليكس نسوي بلد وورك كل عشر اسابيع نسوي أنجيغرافي مع تخطيط القلب لان حكم قلب عذر وعادي تكبر هذه الأمور أنا كلها سويها بشكل دوري وأنصح فيها جميع المشتركين لدينا لأن الصحة تأتيب في المرتبة الأولى نعم نحن نباب نباب نكبر ونباب نشيل أوزان وننكون سوبر يومنز لكن في ناس وقت نباب نصحة نباب نعيش فكيف نسوي هذا الشيء عن طريق السيف بروتيكولز اللي علمونا دوكتور بروتيكشافيز وفيكتور بلاك أنصح فيه بشكل وائد وائد كبير اللي ماتوا قبل ماتوا عن طريق تراكمات واستعمال لمدة سنين بدون أخذ الحيطة والحضر الإمام الشافعي قال فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيمن عاشحينا من الدهري يأخذ بالأسباب مثل ما تفضلت يأخذ بالأسباب يتمارن أفضل من الشخص اللي يألس وما يسوي أي شيء أشكرك فيزاكر الله خير آخر سؤال اللي وايت سألوني عنه رائق في الفات بيرنرز باختصار أي فات بيرنرز فات بيرنرز إن جنرال اللي موجودة على الأرض إذن دعنا نتكلم عن لن أقول content matter أو context matter نزل الكارنتين يعتبر فات بيرنر نزل الحين الكارنتين اللي مكتوب عليه إنه بيرنز فات يعمل فات أكسيديتف موقف لا لا الكارنتين مثلا بس محمد عشر لي من الصفح يقول ما وقتها أوك الكارنتين مثلا 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 كذا خاصية الخاصيات كما تكور فيها كلها صحيحة ولكن يوم أخذ الكارنتين أورالي ضليق الفم لا يوجد بيو بيو لا يوجد فعالية كبيرة في الجسم ولكن يوم أخذ الكارنتين إنجكتبل فيها بيو 98% عرفت فمرة في الصيدليات وهذه حطولك سابلمنت ما لها فائدة ولكن كسياق آخر يكون لها فائدة فبشكل عام خليك بعيدا شيء اسمه فات برنر إذا كان موجود في الصيدليات أو إذا كان موجود سابلمنت ناكلها كابوسول لا يغني ولا يسمم الجوع وما لهم عيد دراسات أو إثباتات أبنية إذا بنتكلم عفاة برنرس في عالم المحسنات كلام ثاني وهذا يعني يبارل يلسأ روح عبد الله شكور حاضر لك الله خير والله صدق نحن يبارلنا بعد جزء ثاني وثالث ورابع أنا أتكلم اللي وارد ماشر هم خمس لايت استفادنا عمك الله يحفظ يوفر لموذج حلو للشاب المراتي ما شاء الله طموح شكرا ساعدنا باللقاء وياك يلسوا وياك والسؤال وياك الحلقة اللي عقبها بنسوي نحن جزء ثالث نزينها ثاني مرة بنسألك انت بتعرس السؤال هذا شكرا شكرا دورون يا روح شكرا الله يحفظ شكرا 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 شكرا